موسيقى إذن الملتقى الهام الذي تحتضنه وهران والموسوم التدين والشباب المنظم بين المجلس الإسلامي الأعلى ومركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كخازك الملتقى هذا الذي يدرس ظاهرة اتجاهات التدين عند الشباب الجزائري والذي عرف كذلك إبرام اتفاقية التعاون بين المجلس والمركز حول تعميق وتوسيع الأبحاث والدراسات الاجتماعية في مختلف مظاهر التدين وهذه ربما سابقة سابقت بها زملائي من محطة وهران الجهوية مساء الخير معي من هناك مراد مظهر مراد مساء الخير فلا شكرا على هذه التوضيحات التي في سياقها وضمن إطارها سيدور حديثنا اليوم والذي يتزامن كما قلت مع فعاليات النذوة الموسومة بالشباب وتدين والتي ينظمها المجلس الإسلامي العلا بالتعاون مع مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية هنا بولاية وهران والتي عرفت مشاركة العديد من الأساتد والباحثين وكذلك الآئمة والمشايخ والفقهاء لدراسة الظاهرة وكذلك لتقديم مجموعة من المعلومات والمعطيات التي تصب في هذا الموضوع هو الشباب وكذلك التدين على كل في هذا البلاطو نسعد بصدافة السيد رئيس المجلس الإسلامي العلا السيد أبو عبدالله غلام الله والوزير السابق لأشؤون الدينية والأوقاف ألم بك سيد الكريم معنا السلام عليكم مساء الخير لا شكر على وجه مساء النور سيد الرئيس في المستهل هذه التظاهرة وهذه الفعالية العلمية جاءت تحت عنوان الشباب والتدين طبيعة مشاركتكم فيها أنتم كنتوا عنصر فعال في هذه الندوة ربما ما هي النقاط التي تطرقتم إليها بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الموضوع كانت الحقيقة مشترك أو مكون من جزئي وهذا هو موضوع التعاون أو التنسيق بين المجلس الإسلامي العلا والكراسك بالنسبة لي مع هذه البحوث في الانتربولوجيا والمجتمعية والثقافية كانت هناك دراسات ميدانية أخذوا عينة من الشباب المتدين في وهران وعينة في المنغردية نعم وهذه العينة على أساس أنها تعكس مصادر تديون أو من أين يستقي الشباب معلوماتهم بالنسبة إلى الإسلام وبالنسبة كذلك إلى الممارساتهم الدينية نعم وبالنسبة للمجلس الإسلامي العلا فكانت محاضرة من إلقاء عضو المجلس الإسلامي العلا دكتور يوسف بن مهدي هو بصفته آمين عام هيئة الأئمة في الساحل هو عملنا دراسة عن كذلك مصادر المعلومات الدينية بالنسبة للشباب في دول الساحل إذن كان هناك تكامل ولم ندرس الممارسة الدينية وإنما كان هناك نعرف ما هي المصادر التي يتعلم منها أو يأخذ منها أو يرجع إليها الشباب في ممارستهم الدينية وفي تكوين فكرة عن الإسلام وكذلك في عقائدهم ولاحظنا بأن سواء في العينات التي درست في وهران أو بالنسبة للعينات التي درست في دول الساحل يعني المصادر المعلومات الدينية مختلفة وأغلبها ولا كثير منها بشي نقول أغلبها يعني تحصل عليهم من خلال الوسائط نعم وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي فطبعا هذا يعطينا فرصة لنعدل لنوجه الشباب خاصة شباب عمار المساجد ونتمنى له كلك العينات من عمار المساجد موش من شباب الأحياء لأن من عمار المساجد يأخذون معلومات الدينية من الأئمة من المشيخ ولا من كذلك أنت منها تكون عينة من طلبة الجامعة لأنهم يأخذوا المعلومات من ساتة الجامعة أما شباب في الأحياء فقد لا يذهبوا إلى المسجد ولكنه يأخذ معلومات عن الإسلام وعن العقيدة عن هذه الوسائط إذن هذا يطلب منها بجهد للتوجيه وليعادة تقييم هذه الوسائط وخصة من القانوات نعم طيب فضيلة الدكتور الأكيد أنه الجيد والجميل في هذا اللقاء أنه هو يعني بادرة أولى وأكيد أنه رح تكون أعمال مستقبلا اللي رح تركز على ربما بعض الجوانب التي لم يتم التركيز عليها في هذا الملتقى ربما كتوسيع العينات حتى تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري وهذه التظاهرة وهذا اللقاء المعرفي كل لا بتوقيع اتفاقية بين المجلس الإسلامي على الذي ترأسونه وكذلك مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية هذه الاتفاقية ما هو المطلوب من كل طرف حتى نصل إلى الهدف والمبتغى هو المطلوب هذه الاتفاقية معناها أننا سنلاحظ ضواهر أو إحداث لها علاقة بالمجتمع ومعهد البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية هو أداة من أدوات البحث نعم ونحن في المجلس نتعاون مع الجامعة ومع المعاهد البحث ومع المخابر ونتوجه طبعا للعلماء لأن عدد أعضاء المجلس لا يستطيعون أن يغطوا كل المحتاجات أو المطلوب دراسته وبحثه لا يستطيعون تغطيته مباشرة ولهذا نتعاون مع الجامعة التعاون مع جامعة القسمطينة جامعة أمير عبد القادر القسمطينة واليوم نتعاون مع مآهد البحث هذا مرة أخرى نتعاون مع جامعة أخرى في موضوع آخر كذلك حسب الاختصاص حسب ما يتيسر من الإمكانات في الجامعات مع الجامعة يمكن المجلس السلام على أولا أن ينشط البحث وأن يوجه البحث إلى الظواهر التي تهم المجتمع الجزائري وكذلك في نفس الوقت يعني نستقطب حتى البحث والرسائل الجامعية من خلال أساتذان وجه الرسائل الجامعية إلى أن تكون تستهدف تغيير وليس فقط دراسة الموضوعات من الكتب وجمع المعلومات من الوثائق وإنما لا نريد أن يكون لها تأثير في إحداث تغيير في المجتمع وهذا لا يكون إلا عن طريق الاتصال مباشر بالمعنيين يعني بالناس الذين يمكن أن نستقيم منهم المعلومات وأن نتعاون معهم على إنجاز هذه الأبحاث والتوجيهات وهذا من خلال الأسرة الجامعية بالصفة العامة التي تتوفر على العديد من التقنية البحثية في هذا المجال الزميلة للماضي كانت من بين الحضور في هذه التظاهرة أعدت هذا الروبورتاج الذي من خلاله صلتت الضوء على أهم مواضيع النقاش وكذلك على مختلف المحطات التي طبعت هذه التظاهرة نتابع ثم نعود معرفة مرجعيات الشباب الدينية بالجزائر ومحاولة تشخيصها من أهم أهداف الندوة العلمية حول ظاهرة تديون الشباب بالجزائر والتي أشرف عليها رئيس المجلس الإسلامي الأعلاب عبد الله غلام الله بوهران دين هو يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليس فقط بالسلوكات المذكورة في كتب الفقه وهي الصلاة والصوم والحج وتلوة القرآن إلى أخيه وإنما الدين في الإسلام هو كل عمل يقوم به المسلم وهو يستفتي فيه دينه يستفتي فيه الشرع الإسلامي وفي هذا الصدد دراسات جزائرية حول الممارسات الدينية بالجزائر الهدف هو معرفة مرجعيات الشباب اليوم من سن 18 إلى 35 سنة في من يثقفون في الفتوى طبعا ما زال الإمام المجاور ما زال ما زال مرجعا للفتوى لأغلب الشباب اليوم ما زال له حضوره ولكن خارج إمام المسجد يتجه الشباب الأقل سنا نحو مرجعيات مكانها أساسا هو إما الأنترنت أو الفضائيات الندوة توجد باتفاقية بين المجلس الإسلامي الأعلى ومركز البحث الأنتروبولوجي الاجتماعية والثقافية نحو التطرق إلى المشاكل الاجتماعية ومحاولة معالجتها إذن كان هذا تقريبا مختلف ما ظار في هذه التظاهرة العلمية والثقافية التي يحتضنها مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية هنا بولاية وهران بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى بحضور عدد من المهتمين والدكاطرة وكذلك الأستيدة والباحثين نذكر أننا على المباشر من وهران في هذا الفضاء المحلي الذي نسعد فيه بالصدافة فضيلة الدكتور أبو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف سيد الرئيس المجلس فيه دراسة مؤخرا صدرت تشير إلى أن الجزائريين من أكثر المتابعين لصفحات الفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بداية كيف تقرؤون هذه المعلومة هل هي في صالح شباب والمجتمع السفع عام أم أنوا فيها ربما بعض المخاطر وبتالي هذا يقودنا إلى ربما دور المجلس في صون وحماية شبابنا من ربما مضامين بعض هذه الفتوى أهم نستطيع نقول بأن فضول البحث أو فضول أو بعض الأحيان الإنسان يريد أن يوسح معلوماته ولا يجد البورصة وليهذا قلت نحب أن تكون العينات تأخذ من شباب المساجد شباب الذين يروحوا للمساجد لأن شباب الذين يروحوا للمساجد غالبا يأخذون معلوماتهم الدينية من العيمة والأسفيدة والمرشدات الموجودين بالنسبة للفتايات إلى آخر هذا متوفر لكن هناك فضول هناك من يريد أن يوسع أن يعلم فيتوجه إلى هذه الوسائط لكن هذه الوسائط تحتاج كذلك إلى مراقبة كل الوسائط تحتاج ما ينفع و لذلك الشباب يقترع بأن ما يأتي عن أرق هذه الوسائط قد يكون لهم من الجاذبية ما يجعل الإنسان يبعد عن الهدف الأساسي الذي يرغب فيه أو الذي يريد أن توصل إليه إذن هذه الوسائط نعم هي موجودة وتجد فيها كل التوجهات ولكن ما هي التوجهات المطلوب يعني الاستداء بها بمن يقتدي لازم الإنسان يعرف لأن قضية قضية الاستداء بمن يقتدي وهذه الوسائط لسكنها نابعة من ثقات وإنما أحيانا تكون ثابعة يكون نابعة من نابعة وهي يكون ناس صحب أهواء وصحب أغراض ولهم توجهات معينة ونحن نرى أن من الوسائط ما يخدمه المتطرفون والإرهابيون والمفسيدون في العالم والذين يريدون الإساءة إلى المجتمعات الصيفة عامة والمجتمع الإسلامي بصفة خاصة نحن نعرف قضية النفور من الإسلام بدأ المستشرقون أساسا لكن توسعت عن طريق هذه الوسائط الآن الأوروبيين خاضعون لهذه الوسائط التي تنبرهم والتي جعلهم يقفون مواقف سلبي من الإسلام حتى أصبح اعتدون على المسلمين في بلادهم إلى آخرين نرى الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون مثلا في فرنسا في إيطاليا حتى في الولايات المتحدة وإلى آخرين هذه لكلها قضية عملة الوسائط فالوسائط هذه ليست دائما وسائط مأمونة ولهذا نحن إن شاء الله عن طريق التعاون مع الجميع ومع الباحثين ومع الأيمة ومع وزارة شؤون الدين ومع القافة من خلال المجالس العلمية إلى تبجيه الشباب إلى المنابع الصحيحة السليمة التي إذا أخذوا منها معلومات هذه المعلومات لا تتضارب لا تجعل الشباب يتضارب بعض البعض وفي نفس الوقت لا تخرج بهم عن المرجعية الوطنية التي تضمن لهم سلامة العمل الديني وتضمن في نفس الوقت سلامة الوطن وأمن الأمة نعم معلي الوزير كما قلتم فإن هذا الفضاء الذي يسترح عليه اليوم به الفضاء الأزرق والشبكة والشبكة الكبوتية تنقل العديد من المعلومات الدينية والفتوى التي ليست كلها صحيحة وكلها تهدف إلى نشر الخير للمجتمعات والشباب على وجه التعديد معلي سيد الكريم كذلك نقول عنكم في الأيام الأخيرة الماضية أنكم دعوتم إلى تنظيم حتى الفتوى وتأطيرها في القنوات الخاصة هنا في الجزائر لماذا هذا الكلام وكيف ربما سيتم تأطير هذا الأنشطة أو هذه الفتوى المداع على القنوات الخاصة لاحظنا كذلك بأن بعض القنوات الخاصة تلجأ إلى بعض من تطلب منهم أن يتدخلوا بالشؤال الإسلامية وهم ليسوا مأمونين على أو ليسوا تمانين وليسوا كذلك لا يعتبرون أنفسهم حتى مسؤولين مثلا نحن نلاحظ ماذا يجري من فضح الأسر العائلة كمنا يفضحوها يعني أمام على مرأة ومسمع من المشاهدين يعني هناك يعني يسأ يسأ الأمة يسأ الدين يسأ الإنسان يسأ المرأة يسأ العلاقات العائلية لهذا نحن عندنا برنامج كنت تكلمت عليه وهو أننا إن شاء الله سن ندرس الموضوع مع وزار شؤون الدينية والأوقاف لماذا؟ لأن وزير شؤون الدينية والأوقاف هو من يعين أئمة المساجد أئمة المساجد هم الذين يخطبون في المساجد نعم ونحن نرى أن الذي تناول شؤون الدينية والعقائد الإسلامية في القنوات ولا في الإذاعات ولا حتى في الصحف هو مثل الإمام يعني يجب أن يكون مؤتمنا نعم من يأتمنه من يضمن في أنه مؤتمن هو وزير شؤون الدينية والأوقاف نعم طيب سيدي الكريم كذلك ربما نحن نتحدث اليوم عن الشباب وشاب اليوم كان بالأمس ربما تلميذ في المدرسة والمدرسة كذلك هي من أسس تربية وتنظيم النشأ تحضرون لمؤتمر في الأيام القليلة القادمة حول تدريس التربية الإسلامية في المدارسة العمومية لماذا اختيار هذا الموضوع تحديدا هذا الموضوع اخترناه لسباب أخرى لأن مشكلة استيقاء المعلومات بالنسبة للشباب نحن لن نتكلم هنا عن الشباب الجزائري نعم وإنما نتكلم عن الشباب المسلم في كل بلاد الإسلامية وليهذا فالمؤتمر هذا سيكون في مشاركون من جميع البلاد الإسلامية وحتى من البلاد الفيجاليات إسلامية مثل الأوروبا وأمريكا إلى آخر وسنرى وسنرى ماذا يتلقى الناشئة المسلمة في كل هذه البلاد من المعلومات فيما يتعلق بالجانب الديني والجانب الإسلامي ما هي معلومات كل مدرسة أو مؤسسة أو جمعية إسلامية تعلم الديني الإسلامي ماذا تعلم الإسلام في محيطها يعني هذا في جمع نحاق العالم وليس فقط في البلاد الإسلامية في البلاد العربية ولا في بلاد معين إذن سيكون لنا مؤتمر عالمي لنعرف الإسلام كيف يقدم إلى الناشئة هذه الناشئة التي هي التي ستمثل الإسلام بعد يعني في في هذا في القرن الحالي في القرن 21 فماذا نقدم لها وثم ننظر ممكن في إصدار بيان سألنا نسميه بيان الجزائر إن شاء الله أو شيء من هذا يعني قال ماذا يجب أن نفعل حتى تكون المسلمون حيث ما كانوا يتلقون معلومات تغفيدهم وتوجههم توجه صحيح ولا يكون عرضة لمن يريد بهم غير ذلك ستكون إن شاء الله خارطة طريق وخطة عمل لما هو آت ومستقبل والجزائر لطالما كانت مصدر إشعاع علمي وديني على مختلف الدول الإسلامية أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور أبو عبدالله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف والشكر موصول لكافة الإطارات الذين ترأسهم على مستوى الهيئة المجلس الإسلامي على كل المجهودات المبذولة في مجال تخصصكم كانت هدي إطلال مشاهدين وتسليط للضوء على فحوى الندوى المنظمة هنا بوهران تحت عنوان الشباب والتدين المنظمة من قبل مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى الأسبوع القادم أكيد لنا لقاء إن شاء الله مع ضيوف آخرين وموضوع آخر فنعود إلى زملائنا بالعاصمة وبقية بفقارات برنامج أخبار أو أخبار الظاهرة نعم